فريق من العلماء في جزيرة قبرص اكتشفوا متحوراً جديداً من كورونا أطلق عليه دالتا كرون وهو نتيجة اندماج دالتا وأوميكرون المتحور الجديد له أساس جيني مماثل لنسخة دالتا ويتضمن أيضاً طفارات عديدة كما يحتوي عليها متحور أوميكرون وزارة الصحة القبرصية أعلنت عن 25 حالة بالمتحور الجديد وأكدت أنه لا يشبه المتحورات المندمجة كما أوضحت أنه نتج عن تلوث المختبر الذي جرت فيه عملية الفحصة المتحور الجديد أثر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تفاعل ناشطون بشدة في التعليقات والمناشير بين متسائل عن حقيقة المتحور وبين ساخر منها ومع اقتراب ذروة أوميكرون في الجزائر والارتفاع غير مسبوخ للإصابات اليومية لفيروس كورونا تبقى الوقاية واللقاح سبيل الأنجع للسيطرة على الوباء في رأيك ما هو السبيل للوقاية من هذا المتحور؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر